إلى سودان الآن حيث سجلت صباح اليوم مواجهات عنيفة في العاصمة الخرطوم خاصة في محيط القصر الرئاسي استعملت فيها الطائرات والمدفعية الثقيلة وأبد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس أسفه لإخفاق المنظمة في وقف الحرب حيث تقود المعارك المستمرة جهود الهدنة وقال في تصريحات في نيروبي فوجئت بتفجر العنف في السودان لأنه كان مأمولا أن تثمر المفاوضات بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان بقلو وأشار إلى أن بلدا مثل السودان عانى كثيرا لا يمكنه تحمل نزاع على السلطة بين شخصين وكانت وزارة الخارجية السودانية على التنطرفين نزاع وافق مبدئيا خلال اتصالا مع رئيس جنوب السودان سيلفاكير على هدنة تبدأ اليوم ولا غاية الحادي عشر من هذا الشهر وقال أن الجيش وافق على هذا التمديد الذي اقتراحته منظمة إيجادة الأفريقية مضيفا أنه تم تنطلق الموافقة من مبدأ الحلول الأفريقية في القارة وتعاهد بتعيين مبعوث للتفاوض على عدنة مع معسكر ديجلو برعاية رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي في بلد لم يحدد لتالي معنى من الخرطم الأعلامي والمحل السياسي حافظ كبير تصل به محفوظ والسرق الهدنة السابعة تأتي في سياق مبادرة الإيجاد ضمن مبادرات الحل المطروحة لكن بالطبع الهدنة لن تنجح بمعنى ليس لديها آليات لقياس نجاحها أو الالتزام كل طرف بالهدنة بسبب أن المعارك في الأرض ما تزال محتدمة وأن الأطراف التي توسطت من أجل هذه الهدنة هي أطراف خارجية وأطراف بعيدة عن المشهد السياسي السوداني وبالتالي لا أعتقد أن الهدنة سيتم تنفيذها هناك اشتباكات في مختلف ولاية الخرطم لكن أعتقد أن الجميع يبحث الآن عن مخرج جديد لم يستطع أحد تحقيق نصر كاسح وبالتالي التفاوض الذي طرحته المبادرة السعودية الأمريكية قد يجد حظاً أكبر من مبادرة الإيجاد باعتبار أن مبادرة الإيجاد ليس لديها آليات ليس لديها قوة ونفوذ على الطرفين وأعتقد أن المبادرة السعودية الأمريكية يمكنها أن تتقدم أكثر من مبادرة الإيجاد ويمكن من خلال تأثير السعودية وتأثير البلاد التحدة الأمريكية على الطرفين يمكن الالتزام بالهدنة وكذلك يمكن الاتفاق على وقف التقنار دائم والدخول في تفاوض سياسي توطئة لتوقيع اتفاق نهايي بمشاركة الفاعلين السياسيين الآخرين